ندلع أولادنا في عز التلج الغريبة معانا نصف كيلو من السمنة ومعانا نصف كيلو سكر ومعانا معلقة صغيرة فانيليا ومعانا زرة ملح هنعمل الغريبة في خمس دقايق بس زي ما انت شايفين كده جبنا السمنة بتاعتنا وتكون في التلجة يا بنات عشان تكون متماسكة معانا وبالمضرب كده هنبتدى نضربها كده لما تبقى لونها كريمي ودايبة تماما اهم حاجة تكون دايبة معانا قبل ما نحط السكر زي ما انت شايفين كده هنجيب السكر البودر في الاول كده هقلبه قبل ما نشغل المضرب على طول عشان السكر ما يبهدلش الدنيا وهنبتدى نضرب كده بالمضرب الكهربائي كويس جدا لما تبقى معانا كريمي شايفين كل ما نضرب الكمية بتاعتها بتتضاعف معانا هنضربها كده كويس جدا هي وصفة سهلة يا بنات وبسيطة جدا جدا هتقوم كده تدلع اولادك وتفرحيهم وتعمل لهم حاجة حلوة يشربوا بها الشاي ولبن كده في التلج والسقعة اللي احنا فيه ده هنبتدى ننزل بقى بالفانيليا كده ونبتدى نضرب برضو على طول ومعانا طرف المعلقة كده ملح عشان يزبط لنا المقادير بتاعتنا طبعا الغريبة من نواعم العيد الحاجات السهلة البسيطة اللي احنا بنعملها على طول لأولادنا احنا بقى النهاردة بقى زي ما انتو شايفين الجو تلجوا واولادنا عايزين حاجات حلوة كده على طول يسحبوا منها فالنهاردة قلنا بقى نعمل شوية غريبة كده على السريع مش هياخدوا مننا وقت ولا مجهود ولا مقادير مقادير سهلة وبسيطة جدا زي ما انتو شايفين يا بنات خلصت كده السمنة والسكر ضربتهم كويس جدا لما بقوا معايا زي الكريمة زي ما انتو شايفين كده هنجيب بقى الدقيق مش هنكوبه مرة واحدة هنجيبه معلقة معلقة كده ونبتدي ننزل ونقلب على طول زي ما انتو شايفين كده طبعا الغريبة من الوصفات السهلة جدا يا بنات اللي احنا نقدر نعملها واحنا وقفين على الحوض على طول في خمس دقايق مش هتاخد مننا وقت ولا حاجة شايفين ما شاء الله ده القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتو شايفين كورتهم كور صغيرة كده يا بنات وهبتدي اخل اي بص اي زيل انتو حابين تحطوها عندكو فرمسو عندكو بمبوني عندكو آآ سوداني انا عند جز هند هحط على وشه كده منظر كده وخلاص وعندنا شايفين المنظر التاني ده آآ بجيب الشوكة وببلها كاكاو بودر وبعملها كده بتدي منظر برضو جميل سهلة جدا وبسطة جدا وده كان الفيديو بتاعنا النهار ده يا رب يعجبكم نال اعجابكم شايفين شكلها مشاء الله عملت كمية من الكاكاو اخدت جزء من العجينة وحطت عليه معلقة كاكاو بودر وعجنتها في بعضها كده بمعلقة لبن وبعد كده شكلتها شايفين اسهل حاجة ممكن تعمليها لاولادك وما بقى يا عسلية انتو هي ما تكسليش وما بقى اعمل حاجة حلوة كده لاولادنا لزوم السقعة والبرد اللي احنا فيه ده زي ما انت شايفين اسهل وجبة واسهل وصفة تقدر تعمليها لاولادك في خمس دقايق على طول تقدر تعمل لهم الحلو كله وتفرحيهم شايفين دايبة دوب وطعمها بجد حكاية حكاية وصفة من الوصفات البسيطة جدا جدا زي ما قلتلكو والله ما تاخد خمس دقايق على السريع وانتو وقف على الحوض هتعمليها شايفين وشكلناها عملنا شوية بالكاكاو شوية بالشوكولاتة وشوية سادة وزي ما قلتلكو التزيين زي ما انتو حابين ممكن تسيبها سادة وممكن تزيينيها باي حاجة عندك لك ممكن تزيينيها بفصدق بندق مكسرات سوداني ممكن فرمسوه اي تزيين انت حابها ممكن برضو تسيبها سادة شايفين شكلها بجد حكاية يارب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم حبايبي ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير وصابسكرايب واشايفكم في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا شكرا